ومن التطبيقات أعزائي صفحة 105 أعزائي اللي أختموا الكلام في هذا الكتاب ومنها اللي هي ما شاء الله ومنها ذكر فضائل السواء اللي يقرأ فلان سورة بعد أتصور لعله الملائكة الموكلين بالجنة إش ما يبحثون جنة ينطون معدهم لأنه واحد ياخذ ثلاثة ربعة الجنة وثوا بمن قرأ سورة كذا فله أجر كذا من أول القرآن إلى آخره كما يذكر ذلك الثعلبي في أول كل سورة وز مخشري في آخر كل سورة قال عبد الله بن المبارك أظن الزنادق ماذا وضعوها طبعا مسلم غير مسلم يقول لا الصالحين والأتقيا وضعوها لأنهم وجدوا الناس التي اهتموا بالسنة فأرادوا أن يرجعوهم وين إلى القرآن والذي صح في أحاديث السور حديث فاتحة الكتاب إلى آخره